وينضم إلينا من القاهرة الموفد خالد الجناحي أهلا بك خالد أبدأ معك خالد يعني إعلان عن إنشاء جسر بري بين المملكة ومصر و 17 اتفاقية كيف رصت ردود الأفعال على هذا التعاون الضخم خالد فضل إسماعيل كأني كنت أشعر بصعوبة عليك وأنت تعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها فما بالك وصعوبة المهمة حينما نحاول أن نشرح هذه الاتفاقيات 17 التي وقعت اليوم هي بطبيعة الحال تحمل تفاصيل وتشعبات كبيرة جدا ليست اتفاقيات عادية كل اتفاقية يعني كل اتفاقية أود أن أقول أنها ثرية بكثير من التفاصيل كنت أتحدث مع وزيرة الاستثمار في جمهورية مصر العربية اليوم ومع بعض الوزراء كانوا يقولون أن على سبيل المثال ما يتصل بها كوزيرة أن الاتفاقية التي ستوقعها أو وقعتها اليوم هي متشعبة وتحتاج إلى الشرح طويل جدا ومفصل حتى تعكس أهمية هذه الاتفاقيات لكن إسماعيل ربما طبعا وقبل أن أدخل في موضوع جسر الملك سلمان الذي أعلن تسميته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعني أقول أنه ما أن غادر الملك سلمان بن عبد العزيز قصر الاتحادية إلا وعاد الوزراء في وزراء جمهورية مصر العربية برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر مرة أخرى وظلوا فترة طويلة ربما أنا أفسر هذا لمناقشة آلية التنفيذ تنفيذ هذه الاتفاقيات الضخمة التي وقعت اليوم طبعا بطبيعة الحال اليوم كان قبل وصول خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قصر الاتحادية خلية وبرفقة كل وزير سواء من المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية مجموعة من المسؤولين في كل وزارة يناقشون حتى اللحظة الأخيرة ما يتعلق بالاتفاقيات لكن إسماعيل ربما الحدث أو الاتفاقية التي ستأخذ نصيبا ليس بالهي من التركيز هو جسر الملك سلمان ودعني في هذا الشأن تحديدا نستضيف الأستاذ خالد المالك وهو غني عن التعريف بالنسبة لمشاهدين بطبيعة الحال ولكن والعذر منك أستاذ خالد أنت أستاذ الجميع وهو رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سؤالي لك إلى أي مدى تعتقد جسر الملك سلمان سيستحوذ على النصيب الأكبر رغم وجود هذه الكمية الكبيرة من الاتفاقيات دون أن نهوم من أهمية هذا الجسر والمصلحة التي ستتحقق من خلال إنشائه لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للشعبين الشقيقين في تسهيل المرور من خلال هذا الجسر الذي ظل يراود أذهان المواطنين في الدولتين على مدى سنوات طويلة ولكنه يبقى دون تنفيذ بإرادة الملك سلمان بن عبد العزيز وشقيقه وأخيه الرئيس المصري السيسي أعلن اليوم عن المفاجأة الكبرى التي كان يتوقعها الجميع ويتحدثون عنها دون أن يفصح أحداً عن هذه المفاجأة الكبرى لكن دعني أشير لبقية الاتفاقيات يجب أن لا نهوم منها يجب أن لا نقلل من أهميتها في كل مجال هناك اتفاقية هناك عمل مدروس لتعزيز هذه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وأظن أن الخطابين الذين ألقاهما خادم الحرامين الشريفين والرئيس السيسي يحملان من المضامين الشيء الكثير الذي يظهر وهذه العلاقة الحميمة بين المملكة ومصر رغم كل التشكيق ورغم كل الإشعاعات التي كانت دائما تحوم حول هذه العلاقة المتميزة والتاريخية والتي أثمرت عن كثير من المواقف سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية ونحن اليوم في مصر العربية في القاهرة تحديدا لاحظنا أن القاهرة في هذا اليوم غير بقية الأيام كل الإعلام المرئي كل الإعلام المسموع وغدا سنرى الإعلام المقرو ليس له من حديث إلا هذه الاتفاقيات إلا هذه الزيارة لخادم الحرامين الشريفين لجمهورية مصر العربية التي تعد هي الزيارة الأولى للملك سلمان بعد توليه مقاليد الحكم ملكة للمملكة العربية السعودية فيما عدا زيارته الوحيدة التي سبقتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحن اليوم حقيقة في قصر الاتحادية لاحظنا كم كان الجانبان سواء المصري أو السعودي بكل الأعضاء المرافقين للملك والرئيس كم كانوا سعداء وهم يستمعون إلى مسميات هذه الاتفاقيات ومن ثم التوقيع عليها وبالتالي نحن أمام مرحلة تاريخية جديدة للعلاقة السعودية المصرية سوف تضافل العلاقات السابقة وعندما يسمى هذا الجسر عندما يطلق اسم هذا الجسر باسم سلمان بن عبد العزيز من قبل الرئيس المصري فهو اعتراف بالدورة الكبيرة الذي قدمه الملك سلمان لخدمة الشعب المصري وللدولة المصرية وهو اعتراف أيضا بمكانة الرجل التاريخية والسياسية على مستوى العالم العربي وعندما ننطلق من هذا الجسر إلى سيناء حيث أمر خادم الحرمين الشريفين وتم التوقيع على ذلك بأن تقام جامعة هناك باسمه أيضا لتمكين الشعب المقيم في سيناء تسمية هنا جاءت طبعا بمبادرة من الحكومة المصرية حتى بس نوضح للمشاهدين بالتأكيد لأن هذه الجامعة ليست في الأراضي الشرمية أليس هذا يعني يؤكد مشاعر الود بيننا كأخوة وحينما يبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد على تسمية الجسر وقبل ذلك الجامعة في سيناء هذا بالتأكيد هو تثمين لمواقف الملك سلمان ليس في إقامة الجسر أو في مبنى الجامعة وإنما هو تثمين لمواقف كثيرة وقفها الملك سلمان مع جمهورية مصر العربية وبالمثل لا يمكن أن نغفل أيضا التفاهم الجيد بين مصر وبين المملكة العربية السعودية بين السيسي وبين الملك سلمان بما عزز اللحمة الوطنية والقومية والإسلامية في هذه المنطقة الغالية من منطقتنا لكن يبقى شيء واحد وهو أن هناك مزيد من المفاجآت سنراها غدا وسيعلن عنها وسيوقع على المزيد من ما تم الاتفاق عليه وتم الدراسته وهذا كله يظهر أهمية العلاقة السعودية المصرية وأنها علاقات عمل وفعل وتتويج للنجاحات التي رأيناها في هذه الزيارة ورأيناها أيضا عندما زار الرئيس السيسي المملكة العربي السعودي والتقى بأخي خادم الحرمي للشريفين الملك سلمان من عبد العزيز شكرا لك أستاذ خالد حتى لكن لا نطيل على نشرة الأخبار بقي فقط أن أذكر إسماعيل نعم خالد اليوم وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية قال لي بالحرف الواحد الاتفاقية التي سيوقعها هو مع وزير التعليم في المملكة العربية السعودية هي ليست البداية من قبل الاتفاقيات هناك أوجه كثيرة للتعاون ولكن هذه الاتفاقيات بطبيعة الحال هي تعطي التعاون أرضية أكثر صلابة وأكثر قدرة على الخروج بنتائج ذات جودة عالية وبقي أن أذكر طبعا بحكم مشاهدتي أنا كصحفي وشارك فيه ضمن وفد خادم الحرمين الشريفين أن لأمير محمد سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد دورا كبيرا في ما يجري خلال هذه الاتفاقيات التي يتم توقيعها الآن وهو يتابع بنفسه كثير من التفاصيل ولا شك أن أيضا هذه الاتفاقيات بضخامتها هي أنجزت في زمن وجه جدا يبدو أن حجم العمل كان مكثف بين الجانبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية